أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة أشارككم عبر هذا الإيجاز بعض المستجدات المرتبطة بخطة عودة أبناءنا المغتربين والأردنيين الذين تقطعت بهم السبل التزمنا بزيادة وتيرة رحلة عودة الأردنيين ومن مختلف الوجهات وعليه سيبدأ اعتبارا من تاريخ خمسة عشر أب الجاري تنفيذ مرحلة العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج في مرحلتها الجوية الخامسة والبرية الثالثة وفق وتيرة تراعي الوضع الوبائي المحلي وتوافر أماكن الحجر المؤسسي وتنفيذا لذلك ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس بتفعيل منصة مخصصة لعملية العودة برا للأردنيين من دول جوار المملكة وعبر المنافذ البرية والبحرية وهي safelyhome2.gov.jo كما سيتم إعادة تفعيل منصة التسجيل safelyhome.gov.jo المخصصة لاستكبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جوا مجددا وسيستمر فتح المنصتين بشكل دائم ومستمر تمكيلا لأهلنا المواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت وبالتالي فعلى من سجل سابقا ولم يتمكن من العودة حتى الآن التسجيل مجددا بتقديم طلب جديد ليتسنى له توفير الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة لهذه المرحلة من عملية العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج وأؤكد هنا أن المنصتين مخصصتان حصرا للأردنيين وعلى الفئات الأخرى من غير الأردنيين التواصل والتقدم مباشرة لسفارات المملكة المعنية وفق الآليات التي اتبعت في المراحل السابقة وضمن هذه المرحلة الخامسة وفيما يتعلق تحديدا بالعودة جوا ستسير رحلات من الوجهات التالية دبي، أبوظبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، جدة، الرياض، القاهرة، بودابست، موسكو، نور سلطان، فرانكفورت، نيويورك، شيكاغو، وإسطنبول ورحلة خاصة بطلابنا الأعزاء في الشطر الشمالي من قبرص وستنظر الخلية في تسيير رحلات لدول إضافية إن وجدت حاجة لذلك بما يتسك وأعداد مقدمي الطلبات وهنا تجذر الإشارة إلى أنه ورغم انتهاء المرحلة الجوية الرابعة للعودة المتدرجة للأردنيين من الخارج وبدء التحضير للمرحلة الخامسة التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري قررت خلية الأزمة تسيير أربع رحلات من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشكل استثنائي بواقع رحلتين لكل من أبوظبي ودبي وذلك يومي التاسع والعاشر من الجاري وستكون الرحلات الأربع مخصصة للأردنيين الذين يتوجب مغادرتهم دولة الإمارات العربية المتحدة قبل العاشر من الشهر الجاري حتى لا يترتب عليهم أعباء مالية على إقامتهم كما قررت خلية الأزمة الإبقاء على رحلة الملكية الأردنية القادمة من روما بتاريخ ثماني آب الجاري والمعلن عنها سابقا كرحلة تجارية من إيطاليا التي صنفت كوجهة خضراء رغم قرار إرجاء الرحلات المنتظمة وذلك لغايات تخصيصها حصرا لإجلاء المواطنين الأردنيين الراغبين بالعودة من إيطاليا وسيتم تطبيق البروتوكول الصحي الجديد المقرر للقادمين من الوجهات المصنفة أنها خضراء على الواصلين على متن هذه الرحلة بحيث تكون مدة حجرهم المؤسسي سبعة أيام أما بالنسبة للعودة برا فسوف تستمر خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتسيرها من جميع دول الجوار المملكة ووفق الطلبات المقدمة عودة الأردنيين من الخارج أولوية وطنية ونوظف كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتسريع وطيرة الرحلات وزيادة الطاقة الاستيعابية للحجر المؤسسي لنتمكن من احتضان أهلنا المغتربين وفق إجراءات تضمن استمرار الحجر أو المنجز الصحي الذي حققه الأردن والمتمثل في استقرار الحالة الوبائية المحلية وبما يمكننا من استئناف جزء كبير من نشاطاتنا الاقتصادية والاجتماعية وهذا يقودني لتوضيح عدد من الاستفسارات التي وصلتنا بخصوص موعد بدء العام الدراسي المدرسي في ظل عدم وصولنا حتى الآن إلى مرحلة المنخفضة الخطورة الخضراء بحسب مصفوفة وخطة فتح الكطاعات التي أعلنتها الحكومة وفي ضوء الحالة الوبائية المحلية الجيدة حاليا تم تحديد تاريخ الأول من أيلول لبدء دوام المدارس وهو ما يتطلب بدء دوام الهيئات التدريسية للمدارس خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر آب الجاري إن بدء العام الدراسي وانتظام العملية الدراسية أولوية وطنية ملحة في ظل ما شهدناه خلال العام الدراسي الماضي من تحديات واجهة الدوام الفعلي في المؤسسات التعليمية بسبب مخاطر فيروس كورونا وهو ما تطلب تعليق دوام المدارس والمؤسسات التعليمية من الخامس عشر من آذار الماضي والتحول الكامل للتعليم الإلكتروني عن بعد بالإضافة إلى ما تسبب به إضراب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها مطلع العام الدراسي الماضي من تأخير في بدء التدريس في المدارس الحكومية وبالتالي فقدان قرابة شهر من الأيام التعليمية وعليه فأن جهود الحكومة تتركز الآن على التحضير والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكد من جاهزية جميع المدارس والمعاهد والجامعات وسائر المؤسسات التعليمية وتوافر جميع المتطلبات الصحية والاحترازية لاستئناف العملية التعليمية فيها ووضع بروتوكولات لمواجهة أي تغيرات في الحالة الوبائية وهذه تعتبر أولوية عاجلة للحكومة لأن سلامة البيئة التعليمية والتي تتضمن البيئة الصفية والمعلم والتفاعل مع الأقران عن قرب تشكل عناصر أساسية في تعلم الطالب إن النسخة الحالية لخطة فتح الكطاعات التي أعلنتها الحكومة تشير إلى أن عودة المؤسسات التعليمية للتدريس الفعلي عن قرب يكون في حال الوصول للمرحلة منخفضة الخطورة الخضراء والتي تتطلب عدم تسجيل إصابات محلية لعشرة أيام متتالية وهي الحالة التي نطمح للوصول إليها قبل الأول من أيلول والاستمرار بها بإذن الله وإذا لم نتمكن فسيتم تحديث خطة فتح الكطاعات ومصفوفتها بحيث يتاح عمل المؤسسات التعليمية والتدريس الفعلي عن قرب في ظل المرحلة معتدلة الخطورة الزرقاء ولتحقيق ذلك فقد وضعت وزارتاء التربية والتعليم والصحة واللجنة الوطنية للأوبئة بروتوكولات للتعامل مع سينورهات حدوث إصابات في المدارس ومؤسسات تعليمية وكيفية احتوائها وتعويض التعليم إلكترونيا وفعليا وبحيث لا تتوقف العملية التعليمية على مستوى وطني بسبب إصابات محلية يمكن احتوائها وتعتمد هذه البروتوكولات بشكل كبير على التوسع في الفحوصات وتوجيهها وتعزيز إجراءات التعقيم والوقاية في المؤسسات التعليمية والمراقبة عليها كما ستستمر عملية التعليم الإلكتروني عن بعد كمعزز للتعليم الفعلي عن قرب وسنستمر بتطويره وتحسينه وسيكون خيارا دائما وجاهزا للتفعيل والتوسع في استخدامه لمواجهة أي طارق أنهي باستعراض ملخص الحالة الوبائية لهذا اليوم حيث سجلت في المملكة إصابة واحدة وهي غير محلية بالإضافة إلى تسجيل عشر حالات شفاء وسنعلن تفاصيل الحالات في الموجز النصي بعد قليل شكرا لكم ودمتم بصحة وطمأنينة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم